يا ربي مسلم على من هو للخلق رحمة وشفاق يا ربي مسلم المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله في هذه الأيام المباركات والأمة الإسلامية تعيش الفرح والسرور بمولد الهدى والنور الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي أرسله الله عز وجل رحمة قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وربيع في ربيع علفي ربيع بميلاد الحبيب بالمستضيع صلاة في صلاة في سلام على خير الوراء لهادي الشفيع في عبد الله في قياد في قياد في قياد في قياد في قياد بميلاد الحبيب صلاة في صلاة في سلام على خير الوراء لهادي الشفيع والسلام بميلادح بميلاد الحبيب في قياد في قياد في قياد وهذه أمدرمان المعروفة بكبار رجالات الطرق الصوفية والمريدين والأحباب تحتفل كعادتها بأبها وأجمل المخيمات وعبق المولد النبوي الشريف وبروائع الأنوار والزينة يأم ذلك المشايخ من كل الطرق الصوفية ونقف عند خيمة الختمية فضيلت مولانا السيد محمد عثمان المرغني حيث المولد العثماني نحن بنزول هذا القرآن الكريم والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من خاصة أمة سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم ونحن وأنتم والأمة الإسلامية والأمة السودانية بوجه خاص نحتفل بمولد هذا الحبيب الذي عمت أنواره الشعشعانية كل الأقوان عند مولده ونحن في هذه السرادق السرادق الطريقة الختمية في ساحة المولد النبي والشريف يوم درمان نسعد بمشاركة هذه القناة قناة الشروق لنا في هذا السرادق حيث درجنا منذ سنين على المشاركة في هذه الاهتفالات المباركة ببرامج معلومة من قراءات لمولد النبي صلى الله عليه وسلم تعليف شيخنا وأستاذنا مربينا الإمام الختم سيد سيدنا حونثمان مرغن المكي رضي الله عنه والمعروف والمشهور لمولد العسرار الربانية المولد العثماني ومن ثم تكون هناك المحاطرات والبرامج التي تتحدث عن عظم هذه المناسبة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الطيبين الطاهرين وأهمية توقير وتعظيم هذه المناسبة محبة فيه واتباعا لنهجه وسنته القويم نحن وفي هذه المناسبة الطيبة نيابة عن شيخنا وأستاذنا سيد سيد محمد أسمان مرغني شيخ الطريقة الختمية ومرشدها ونيابة عن سادة المراغنة ونيابة عن خلفاء الطريقة الختمية ومريديها ومحبيها نهنئ الأمة الإسلامية بوجه عام ونهنئ الأمة السودانية بوجه خاص بهذه المناسبة الطيبة الطاهرة المباركة مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل أن أجعل من هذه المناسبة فاتحة خير لهذه البلاد في ظل المتغيرات وفي ظل الحرية والعدالة والسلام الذي نتمنى ونصبه إلى أن يعمى ربوع هذا الوطن ومن حقنا ومن حق هذه الأمة أن أن تسعى بروح جماعية وروح واحدة لرفاهية هذا الشعب المبارك بعد هذه الثورة المجيدة ثورة ديسمبر آمينين ومتطلعين وسائلين المولى عز وجل أن يجعل أبناء هذا الوطن مفاتيحة للخير مغاليغا للشر وأن يلهمنا جميعا الرجدة والسدادة والمعرفة والتقدم ونكرر شكرنا وتقديرنا لهذه القناة في مشاركتها وحضورنا في هذه السرادق عملين أن نجمعنا بهم المولى عز وجل والأمة الإسلامية في مستقر الرحمة في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأختم قوله بالصلاة معظمة يا ربنا صلي وبارك وسلم على المصطفى والآل والصحب دائما صلاة تفوق المسكة يترى مفخمة يطيب بها كل الوجود ويتلألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 بإعادة يحضر كمانه النور السطيع وإشراف اللي وآل الكسرى صغت والنار وخمضت لجميع سعود الله درش المستطيع يحضر كمانه النور السطيع وعصم منسرة تنكس فيها وكان فيه ليل مولده الصديق وعبواه تغشل مصطيع بحد كماله النور الصديق وتفزت معجزات ليست قصى وبالمهلاد تم لأن النفيع وعبواه تغشل مصطيع بحد كماله النور الصديق وتفزت معجزات ليست قصى وبالمهلاد تم لأن النفيع وعبواه تغشل مصطيع بحد كماله النور الصديق يا وصل الله ربي ما تغنى حمام لأيك يصرخ في الرجيع صلاة الله تغشل مصطيع بحد كماله النور الصديق وعلى المحبوب طاه سم سلام مدام المرغني ذال البقيع صلاة الله تغشل مصطيع بحد كماله النور الصديق مواصلة لاحتفالات المولد النبوي الشريف بميدان الخليفة بأمدربان كانت خيمة البرهانية وقد أفادنا العالب المتصوف المصري فضيلة الشيخ يسري كمال حلم البرهاني بهذا الحديث عن المولد النبوي الشريف يقول القائل سيدي فخر الدين الشيخ محمد عصمان عبد البرهاني أرى من كريم المولدين إشارة وإن إشارات الحبيب بشائر أرى الكل فيتيه الجمال وإنني هديت وقد ضلت هناك بصائر فلا هو يحصي العد ما قد به أتى ولا هو يبلى يوم تبلى السرائر أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية ونيابة عن جميع الموجودين في هذه الحلة المباركة وبأرض السودان الشقيق الذين يتوافر فيهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفاء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر إنما هو من صميم هذا الدين وأمر حس عليه الحق تبارك وتعالى وحسنا عليه سيدنا رسول الله والفرح بالحبيب المصطفى إنما هو أمر مشروع من الدين بالضرورة لقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأبدأ معكم في الرحلة المباركة النبوية في الحبيب المصطفى وفي أنوار الحبيب المصطفى حينما وضع الله عز وجل نور النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر سيدنا آدم سمع سيدنا آدم نشيشا كنشيش الطير فقال سيدنا آدم يا ربي ما هذا النشيش الذي أسمع فقال الحق تبارك وتعالى يا آدم هذا تسبيح نور حبيبي محمد هذا تسبيح نور حبيبي محمد فخذه يا آدم بعهدي وميساقي ألا تودعه إلا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية وظل نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتنقل من صلب طاهر إلى رحم زكي إلى أن جاء هذا النور إلى سيدنا عبد الله والد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان يظهر على جبهة سيدنا عبد الله دارة كالشمس والقمر ولذلك لما كانت النساء ترى سيدنا عبد الله كانت تتعجب من هذا النور الذي أشرق في جبهته ولذلك لما دخل سيدنا عبد الله بالسيدة آمنة بنت وهب التي كان بطنها وعاء لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقيمة الولائم وزبحت الزبائح وتم العرس الشريف ودخل سيدنا عبد الله على السيدة آمنة بنت وهب في هذه الليلة نادى مناد بين السماء والأرض أن يا عرش تبرقع بالوقار ويا كرسي تدرع بالفخار ويا حور من الجنان أشرفي ويا مالك اغلق أبواب النيران ويا ردوان افتح أبواب الجنان فإن السر المصون والنور المكنون من عبد الله ينتقل وإلى آمنة يتصل ويتحرك في أحشائها بشر سوية فلما أنحملت السيدة آمنة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان موعد ولادتها تقول السيدة آمنة لما حملت بحبيب محمد لم أشعر بما يشعر به الحوامل من الحمل بأبنائهن لم أشعر بألم ولا بمشقة ولا بتعب منذ أن حملت بحبيب محمد فلما حانت موعد ولادتي بحبيب محمد وإذا بي قد تأخرت عني الشفاء والقابلة تأخرن عني فجلست في غرفتي حزينة وإذا بي أسمع نداء من داخل الحشاء يناجيني وكأن حبيب محمد يقول لي يا أماه لا تخلقي يا أماه وليكن توكلك على الله فلما أن وضعت حبيب محمد ولد حبيب محمد مختونا مكحولا مقطوع السرة واضعا يديه وكأنه ساجدا على الأرض وقال القائل ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء فكما تشرفت الأرض بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحق تبارك وتعالى أن يشرف الكونين والسماوات العلا بولادة الحبيب المصطفى وبحضرة الحبيب المصطفى وفي هذه اللحظة تباهت الأرض على السماء قالت الأرض إن الله عز وجل زينني بالشموس بإن الله عز وجل زينني بالجبال والأنهار فردت عليها السماء وقالت وإن الله عز وجل زينني بالشموس والأقمار فقالت الأرض وإن الله جعل في بيتا حراما يحج إليه المسلمون فردت عليها السماء وقالت وإن الله عز وجل زينني بالبيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة فقالت الأرض وإن الله عز وجل جعل لأشرف خلقه وحبيبه محمد وطن فيا فردت عليها السماء وقالت لم تستطع أن ترد وتوجهت إلى رب العزة وقالت يا رب أنت تجيب المضطر إذا دعاك يا رب أصعد إلي محمدا فأتشرف به كما تشرفت الأرض فقال الحق تبارك وتعالى أن ائتوا بحبيب محمد لتتشرف به السماوات كما تشرفت به الأرض فهنيئا لكم يا عشاق الحبيب المصطفى هنيئا لكم يا أحباب الحبيب المصطفى هنيئا لكم يا من جئتم في هذه الليلة المباركة تنعمونا وتتشرفونا بذكر الميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تشرف بمولده الأكوان كلها سيد السادات يا سيد السادات جئتك قاصدا أبغي رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير البرية إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك والله يعلم إنني بك مغرم والله يعلم إنني أهواك تحية من القلب لعشاق الحبيب المصطفى تحية من القلب لمحبين الحبيب المصطفى هنيئا لكم يا أهل السودان بل هنيئا لكم إلى أقطار العالم الإسلامي كله فرحا بخدوم ميلاد أندل من عرفته الإنسانية وأجمل من عرفته البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل العناية إن تولوا سيدا لغدا متاعا يشترى ويباعوه طعموا غراما والصبابة مشرب والحب سلواهم نزلوا بأخراهم شروا وابتاعوه ومن اكتسى حلل الرضا من ربه فالزهد خزن والغشيئ برقاعوه ومن اعتلى أمواج بحر محبتي فأنا السفينة والغرام شراعوه ملك تتوجه العناية آية بالبهى والكل مأمور وثم مطاعوه ثم لن ترنحه الصبابة لو بداه من شمس حسن الواصلين من شعاعوه سبحان من كان العطاء لعبده حتى غدا كف الحبيب صواعوه يا عزم فاطم بفاطمة التي في حجرها مهدي وطاب رضاعوه إنا فطمنا عن سواءك بفضلها يا نعم أم تحتزى وتطاعوه إنا شهدناها وطاب شهودنا نورا تجلى ما عليه غناه أخذت من فيها جواء آهر حكمتي وكذا خفائي والخفاء متاعوه وأخذت من كل الروافد علمها وخصال أبناها وتم الصاعوه وفي خيمة الطريقة التجانية فضيلة مولان الشريف الفاتح الحسن البركات التجاني مؤلف المديح النبوي والمولد النبوي الشريف هذا جانب من احتفال أبناء الشريف الفاتح بخيمة المولد بامدرمان ونحتفل في هذه الخيمة المحمدية بمولد الحبيب للعام 1441 نرحب فيها بغناة الشروق هذه الغناء التي ما فتعت توسق لمجمع السودانيون عن مناسباتهم الدينية جمعاً ونقول لهم حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً في هذه الخيمة المحمدية لصاحبها سيدي ومولايا الشريف الفاتح البركات الحسني التجاني السوداني من ديار الشرف بركات الذي يغطل في الخرطوم بالفيحاء مربع سبعة وهو شيخنا وغدوتنا وأستاذنا في منهج التصوف وفي منهج المعرفة الإلهية سيادة مولانا الشريف الفاتح هو من أبناء رفاعة ابن الشريف يوسف كاسر جيدو وهو تلقى التعلم منذ نعومة ظافري حيث أنه حفظ الغرآن في السابعة من عمره ثم التحق بمدارث كثر وترقى إلى أن دخل جامعة السودان كلية التجارة ونال بعدها ثلاثة شهادات بكلاريوس ومن بعدها نال اثنان ماجسير في اللغة الإنجليزية وفي علوم التجارة ومن بعدها في العام الفين وثلاثتاشر قد أخذه أو نال درجة الدكتوراه فى الترميذ الاعتمالي وله سيادة مولانا الشريف له من المؤلفات والمصنفات ما يربو عن واحد واربعين معلف جلها فى صنوف الدين ومن أميادها وفي يدها انه كتب عن ما اندفر من علوم اولياء الله الصالحين له ما يسمى بالكشف الصريح المعظم في اسم الله العظم وله مؤلف ايضا فى علم الحرف وله مؤلف فى علم الوقت والجفر وعلم الزائرجة وله مؤلفات كثيرة يطيل حصرها هنا فى هذه السالحة وقد انتهج صاحب السيادة منهج الاكابر من المتصوفة فى احتفائية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن نحتفل فى مناسبات كثيرة منها على سبيل المثال هذا المولد النبوي الشريف مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم موسيقى 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 بسم الله ابتدأت يا خالب الغيل يا ريكما وغاشياء الليل يا ريكا في تجنية والميدية عبدك واستجيل وطالب النيل يا بيجا مصطفاك المغلل العيني صلاة مع الدين الحال عدل الغدسين اللهم صلينا علي الرحيل الرحيل صلاة مع الدين عدل الغدسين عنمي المنتبى مشهوراً بغ العيشية يا معدذات الكسير لم تنصب الحصية يا بوري الشيطين عن عالية الموصية موسى الكليم عدل الغدسين اللهم صلينا عدل الغدسين اللهم صلاة مع الدين بغزين اللهم صلينا عيدل الغدسين اللهم صلينا علي الرحيل الرحيل صلاة مع دين وأطولهم بالغصية والمغترشة الله بلا كيفية صلاة النار فأن من الكل العزامي يزوله فهراء فأن من الكل العزامي يزوله فهراء فهجة مهجتي وعلمتي فهراء كل الغمان يناد صاحب النصر وفتة كرام فأن من الكل العزامي يزوله فهراء فأن من الكل العزامي يزوله فهراء فأن من الكل العزامي يزوله فهراء مل Pastore فأن من الكل العزامي يزوله فكرا فأن من الكل العزامي يزوله فثة كرام الكرام للنذراء والكرام للنذراء خيارون نزوءن في القبة الخضراء أهو كرام ألا يا عايق تعال أسمع علي وصاة فيها أعايق تعال أسمع علي وصاة فيها ولا أدفوذك أصاة فيها خيري أماتي من غير قطر النبي في كل ملاحظات يوصل علي وقمان بالمرة كراتي في كل مرة كراتي أعيّوا تفوذ بالنجاة وكل خيراتي في كل مرة كراتي 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 ما تفوذ بالنجاة في كل مرة كراتي في كل مرة كراتي في كل مرة كراتي وكل خيراتي في كل مرة كراتي موسيقى 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 مش راكي بحبيبه واملت كرامه ما بوفي ليه نصيبه أنا يا أبوي شي نموت أرامه ما بسيه الصلاة صلاة والسلام على النبي زهرية صلاة والسلام على النبي زهرية والآل والصحابة فقري أمام بكري والفان وعزمان حلدنا الغرية طرفع غدرنا نلقى بكل فقري نلقى بكل فقري من الفاتح الشريف لصاحب الأمري صلاة والسلام على النبي زهرية صلاة والسلام على النبي زهرية والآل والصحابة فقري أمام بكري والفان وعزمان أحيدنا الغرية طرفع غدرنا صلاة والسلام على النبي زهرية صلاة والسلام على النبي زهرية صلاة والسلام على النبي زهرية وإذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيذوا هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسوله يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسوله هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيذوا هذا الغمامة ضللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل يا ربي إني قد مدحت محمداً فيه ثواري وللمديح جزيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حلم اشتاق وسعر دليل صل يا ربي ثم سالم على من هو للخلق رحمة وشفاه يا يا